الجزاوي محاولة لجزاوي يحاول يعادل بشكل جميل راكلة جزاة للأهل راكلة جزاة أهلاوية راكلة جزاة أهلاوية وبالتالي ربما شوف بطاقة صفراء هنا واعتراض الاعتراضات بالتالي لا تفيد راكلة جزاة لصالح الفريق الأهلاوي هناك زمانية وعشرين راكلة جزاة حتى قبل مباريات اليوم هناك سبع مهدرة منها شوف عادة حلوة لمحة راكلة جزاة الحكم عند الحكم لكن الحقيقة لا لا راكلة جزاة أبا تلقف راكلة جزاة ونصلح احنا وياكم بعدين شوف عادة من الأولين شوف بص يا ابني ولا والله بتراجع اصطدم ولا لا خلنا نقول لا أسحب رأي أحسن لك مع أني خدت فرصة بالمتابعة والبطيح يعني بالتالي قرار الحكم يعود للمحة مباشرة الأولى اللي ما احتسبها قلنا انها راكلة جزاة لأنا كانت واضحة هذه أسحب رأي فيها يقول كولينا الحكم الإيطالي لا يمكن أن تحكم على اللمحة من خلال الكاميرات أعطيني رأيك في نفس اللحظة راكلة جزاة عموما للفريق الأهلاوي وعموما راكلات الجزاة يختلف الحكام عليها يجي عشرة خمسة يقولوا نعم خمسة يقولوا لا الاهلي يحصل على راكلة جزاة اللي بينفذها يعني يجيبها جول بالنسبة للأهلاويين على التنفيذ هنا موراليس بكل قوة يا موراليس أي لعم التركيز مطلوب لكن النظام الارجنتيني في تسديد راكلات الجزاة مهم جدا انت عجابة رجنتيني موراليس الاهلاويين يقولوا يجيبها جول شو تقوة شو تينين شو تينسار على راحتك موراليس على التنفيذ محاولة حلو بحضو لعبها على يسار حارس المرمى وعادل الاهلي التعاون بركلة جزاة التاسعة والعشرين حتى الآن في دوري زين في مباريات اليوم إذا الواحد واحد تبقى عشر دقائق هل يبحث الاهلاويين فيها عن هدف ثاني بعد ضغطه المتواصل على مرمى التعاون إذن موراليس يعدل الأمور بالنسبة للأهلي عشر دقائق